اشتركوا في القناة ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء تاسع من الشهر الخامس من عام أربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله وكذلك في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام سائلين الله عز وجل أن يرزق الجميع الفقه في الدين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا المجلس مجلسًا مباركًا تحفُّه الملائكة وتتنزَّل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكر الله الحاضرين في من عنده بمنه وكرمه وأن يُصلِح منا ومنكم القلوب وينضِّر الوجوه وأن يجعلنا موفَّقين مباركين مسدَّدين بمنه وكرمه الآيات التي معنا ويراد تفسيرها في هذا الدرس الآيات من سورة الواقعة في قوله جل وعلا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِيمِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَاتِ لِمَا قَبْلَهَا الآيات التي قبل هذه الآيات تتحدَّث عن آيةٍ من آيات الله الدالة على قدرته وعظيم حكمته وبديع صنعته ألا وهي أفرأيتم الماء الذي تشربون وقبلها أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وقبلها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أربع آيات كونيات تدل على عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم حكمته وعلمه سبحانه وقدرته وأنه المستحق للعبادة وحده دون سوى الآية الأولى في الخلق والآية الثانية في الحرث والزرع والآية الثالثة في مادة سقي الحرث والزرع ثم بعد ذلك الآية الرابعة في النار هذه النار نار الدنيا التي بين أيدينا يلفت الأنظار إلى الوقوف عند حكمة خلقه لها وإن شائه إياها من الذي خلق الخلق؟ الله من الذي أنبت الزرع؟ الله من الذي أنزل الماء؟ هو الله فلا إله إلا الله فهو المستحق للعبادة وحده دون سوى وهنا تبرز القضية الكبرى التي يُعنى بها القرآن الكريم وهي قضية التوحيد التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأيضاً إخلاص الدين له وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به وأن لا يلتفت العباد إلى غيره فهو القادر وحده والعالم وحده والحكيم وحده والمستحق للعبادة وحده دون سوى أفرأيتم النار التي تورون؟ لما ذكر الزرع والماء كان الماء مسقياً للزرع والزرع يخرج منه الشجر والشجر إذا يبس صار مادةً للنار من الحطب فالناس لا غنى لهم عن هذه النعمة وهي نعمة النار التي بها يطهون أطعمتهم والتي بها يصطلون والتي بها ينتفعون والتي بها يتذكرون نار الآخرة من الذي أوجد هذه النار؟ من الذي أنشأها؟ هو الله سبحانه وتعالى ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يوجدوا شيئاً من النار أو أن يقدحوا زنادها من غير الله وبدون إذنه ومشيئته فلن يستطيعوا إذن هذه آية النار التي بين أيدينا آية وكثير من الناس يغفل عن هذه الآية يأتي يطهو الطعام ويشعل النار ويكون طعامه جاهزاً دون أن يتفكر في هذه النعمة لو لم يوجد الله النار نار الدنيا فبماذا يصطل الناس؟ وبأي شيء يطهون أطعمتهم ويعدون غذاءهم الذي به قوام أبدانهم وأجسادهم والتي بها والتي بها أيضاً تتغذى أرواحهم وعقولهم وأفكارهم ويؤد عبادة الله كما أراد الله أفرأيتم النار التي تورون أي أخبروني دلوني والخطاب للكفار والذين أنزل هذا القرآن لمخاطبتهم وأيضاً لكل غافل عن هذه الآية أفرأيتم النار التي تورون أخبروني دلوني أفرأيتم قراءتان قراءة الجمهور بتحقيق الهمز وقراءة ورشع النافع بتسهيلها أفرأيتم الاستفهام هنا للتقرير إقرار وتقرير حكمة الله وخلقه لهذه الآية من آياته وهي النار وأيضاً يجوز أن يكون استفهاماً إنكارياً على من أنكر قدرة الله وعلى من أنكر حكمته وعلمه وبديع صنعته وبالتالي أنكر البعث والنشور وكذب بالقرآن وجحد بالتوحيد أفرأيتم النار المعروفة التي يصطل بها الناس يشعلونها يوقدونها يورونها أفرأيتم النار التي تورون تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب واليابس أيضاً يقال أوريت النار إذا قدحتها إذا قدحتها أو قدحتها فرأيتم النار التي تورون من أورا وليس من وارا من أورا بالهمز أورا الثلاثي أو الرباعي أورا يوري بمعنى قدح النار وكان الناس من قبل كان الناس من قبل في قدح النار أنشأ الله لهم شجرة يكون فيها قدح النار بل شجرتين يسميها العرب المرخ والعفار هاتان الشجرتان يخرج منهما القدح للنار كأنهما زناد ولهذا قال الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون محل العجر أن يكون الشجر الأخضر يورى منه النار وتستخرج منه النار واليوم ولله الحمد والمنة تطورت أجهزة إشعال النار وإزنادها ووجد الغاز الذي يشعل النار بإرادة الله كل شيء بإرادة الله ومشيئته أأنتم أنشأتم شجرتها؟ أأنتم أنشأتم الغاز بعد والحطب؟ وكل مواد النار الله الذي أنشأها ولو اجتمع الناس على أن ينشئوها لم يستطيعوا إلا بإذن الله فالشجرة التي كان يوارى منها النار وهي تناسب المخاطبين آنذاك شجرة المرخ والعفار والمرخ شجر معروف ومنه قول الحطيء أهل عمر المرخ والمرخ ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ يعني بذي أرض ذات مرخ أو مرخ فالحاصل أن هتين الشجرتين شجرة المرخ والعفار ينشئها الله عز وجل للناس نعمة منه سبحانه وتعالى ومنة وابتلاء لهم أيشكروها أم يكفروها شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجر ما يمكن تأخذ من الحمضيات نار ولا من النخل نار حكمة من هاتين الشجرتين ولهذا كانت هما مادة إشعال النار وأيضا من الحجر أحيانا من الحجر يحك بعضه أو يحك بعضه ببعض فيخرج الزناد الذي تشتعل منه النار ولهذا تقول العرب في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار يعني كان لهما المجد والأولوية والسبق في إنشاء هذه النار التي هي آية من آيات الله أأنتم أنشأتم شجرتها أي العفار والمرخ أم الله الذي أنشأها من الذي خلق الزرع يا عبد الله يا أمت الله أكثر من توحيد الله وأعلم أن آيات الله الشرعية والكونية فيها الدلالة البالغة على القدرة النافذة على قدرة الله عز وجل وخلقه لهذه الأمور فلا يستطيع الناس ولا الجان أن ينشئوا هذه الأمور إلا بإذن الله ولهذا فالإنسان في زناده في المرخ والعفار أو في زناد النار أو في إشعال النار أو في الغاز مثلا هو يبذل السبب فقط هو يبذل السبب لكن الذي تولاه وأنشأه وأوجده وأبدعه هو الله فينبغي على العبد أن يفرد الله بالعبادة وأن يوحده وأن يخلص العمل لله الناس كلهم لا يستطيعون أن ينزلوا قطرة ماء ولا أن ينبتوا حبة زرع ولا أن يوجدوا شعلة نار الذي ينشئه والقادر عليه هو الله ولهذا قال سبحانه أأنتم في تقرير التوحيد والبعث والنشور الذي قادر على إيجاد هذه النار وإشعالها وإنشائها قادر على البعث والنشور وعلى إعادة الأجساد بعد موتها فيه دلالة على عقيدة البعث والنشور والرجوع إلى الله سبحانه فهو الذي أنشأ النار من العدم أنتم أنشأتم شجرتها الإنشاء هو الخلق الإنشاء هو الخلق قال تعالى أأنتم أنشأتم شجرتها قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي خلقكم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي خلقكم إِنَّا أَنْ شَأْنَاهُنَّا إِنْ شَاءًا أي خَلَقْنَاهُنَّا خَلْقًا حَسَنًا فالإنشاء هو الخلق والذي يخلق من؟ الله أئلهم مع الله أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المزلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آية عظيمة على توحيد الربوبية فإذا كان الكفار المخاطبون حين ذاك يؤمنون بتوحيد الربوبية فأولى لهم وهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت أولى لهم ثم أولى لهم وهو مستلزم لتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة إذا أيقنت أن الله هو الخالق والرازق فلماذا تتوجه إلى القبور أو إلى الأضرحة أو تسأل الناس من دون الله نفعا أو ضرا أو شفاء مريض لا يستطيع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله لماذا عبر بالإنشاء ولم يعبر بالخلق هذه من لطائف هذه الآية ما قال أنتم تخلقون شجرها الإنشاء فيه معنى بديع الصنعة إنشاء يعني خلق متقن إنشاء بديع صنع متقن صنع الله الذي أتقن كل شيء عبر بالإنشاء للدلالة على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجيب القدرة فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون عُلواً كبيراً ثم قال سبحانه في بيان أهمية هذه النار نحن جعلناها تذكرة نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين نحن التعبير بنحن للتعظيم وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتعظيم دون سوى نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين فيه حكمتين بل فيه حكمتان من حكم خلق النار وإنشائها الحكمة الأولى تذكرة تذكرة لماذا؟ هالنار نار الدنيا تذكر بنار الآخرة تذكر بنار جهنم عافاناً الله وأياك هل تستطيع وأنت تري هذه النار أن تضع أصبعك لمدة ثانية وحدة على هذه النار لا تستطيع إذن هي تذكرة فكيف لا تعبد الله كيف لا تخلص الدين له كيف لا تفرده بالعبادة كيف لا تصلي له كيف لا تقوم بالزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام كيف تقع في المعاصي من الشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأذى الأقارب وما إلى ذلك من الزواجر فيا عبد الله اجعل من هذه النار تذكرة وأنت تشعل النار فقط جرّ لسع النار لتتعظ ولتتذكر عظم نار جهنم وما هذه النار أي نار الدنيا إلا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم عافان الله وإياكم ووالدين والمسلمين منها بمنه وكرمه أفلا يدعو ذلك العبد المنيب التائب الأريب أن يتذكر هذه النار وأن يأخذ بأسباب الوقاية منها وأعظم أسباب الوقاية من نار جهنم التوحي ولزوم السنة ولزوم الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنه إذن الحكمة الأولى من النار تذكرة نحن جعلنا تذكرة ووالله إن الغفلة وإن نسيان النار نار جهنم ونحن بين يدينا هذه العبرة أي هي النار الدنيا التي نعتبر بها من يستطيع أن يمس نار الدنيا فكيف بنار الآخرة فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية من النار وأن يحذر أسباب الوقوع فيها وأخطرها الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نحن جعلناها تذكرة هذه الحكمة الأولى الحكمة الثانية ومتاعاً للمقويم متاع متاع بمعنى أنها تمتعهم للمقويم للمسافرين أو للجائعين الذين يريدون أن يتزودوا من القوى وهو الطعام لسد جوعتهم هي تذكرة ومتاع لهؤلاء لو لم ينشئ الله النار كيف يسطل الناس وكيف يتمتعون بأغذيتهم وصنع أطعمتهم فكثير من الأطعمة لا تصلح إلا ساخنة وسبحان الله النار والطبخ في النار لهذه الأطعمة يقضي على الميكروبات والبكتيريا فيها بإذن الله وحكمته وبديع صنعته سبحانه وتعاله ومتاعاً للمقوين قال مجاهد وقتاده رحمهم الله تبصرةً للناس في الظلام في البرية في الخلاء في الصحراء النار تكون تبصرةً للناس تبدد هذه الظلمة وتبعث فيهم الأنس سبحان الله الذين جربوا وقود النار ولا يجلسون ويتمتعون إلا فيها أنس عجيب لا سيما لأهل البادية الذين يسكنون الصحراء ولهذا أول ما يفعله الهل الكرم منهم أن يشعل النار تجد النار متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي فهي دلالة الكرم النار دلالة الكرم لأصحابها وإشعال النار عند العرب دعوة للضيوف والكرم فهي تبصرة للناس في الظلام وأيضاً طرد للهوام والحشرات والدواب التي قد تكون في الصحراء وقال عطاء موعظةً ليتعظ بها المؤمن الآن كثرت عندنا الحكم من خلق النار تذكرة متاع للمقوين والمسافرين والجائعين تبصره للناس في الظلام موعظة يتعظ بها المؤمن وأيضاً هي درس وتذكرة وعبرة لنار جهنم وأيضاً هي في الشتاء أيضاً محل للدفء الذي يحتاجه الناس والناس يحتاجون في الشتاء إلى دفء النار وإلى غيرها من وسائل الدفء الحديثة اليوم والقديمة آنذاك ومنها النار والنار فاكهة الشتاء فمن يرد جني الفواكه شاتياً فليصطلي يصطلي على هذه النار ومنها أيضاً الأكل بأنواعه أنواع الأكل الشواء وغير ذلك من أنواع الأكل كلها لا تكون إلا من خلال الاستفادة من هذه الآية وهذه النعمة وهي نعمة خلق النار في هذه الدنيا قوله ومتاعاً للمقوين متاعاً أي منفعة المقوين الذين ينزلون بالقواء والقواء بتحقيق الهمز أو بتسهيلها القواء المراد بها الأرض القفر ويستفيد منها المسافرون وأهل البوادي الذين ينزلون في الأراضي المقفرة الأرض المقفرة يقال لها قواء يقال أرض قواء بالمد والقصر أي مقفرة ومنه قول النابغة الذبيان يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوة أقفرت يعني أقوة وطال عليها سالف الأمد فدل على أن المراد بالقواء هنا القفر القفر ويجوز أن يراد بها السفر ويجوز أن يراد بها الأرض المقفرة للمسافرين وأهل البوادي فقول النابغة أقوة أي أقوى إذا سافى وأقفر وضرب الأرض ونزل القواء وهي الأرض القفر الصحراء الممتدة وقال مجاهد المقوين هم المستمتعون بالنار من الناس أجمعين في الطبخ في الخبز في إعداد الأطعمة في الاصطلاء في الاستضاءة ما كان الناس عندها كهرباء مثل نعمة الكهرباء اليوم كانوا يستضيئون بالنار فهذه من متاع هذه النار في الدنيا إضافة على أنها تذكر نار جهنم وقال ابن زيد المقوين الجائعين في إصلاح طعامهم تذكره متاع للمقوين يعني الجائعين الذين يريدون أن يجعلوا من النار مادة طبخهم وإصلاح أطعمتهم يقال أقويت منذ كذا يعني أنا جائع منذ كذا أو لي يوما أو ثلاثة مقوي يعني جائع أي ما أكلت شيئا وبات فلان القوى يعني بات طاويا بات جائعا ومنه قول الشاعر وإني لأختار القوى يعني الجوع وإني لأختار القوى طاوي الحشى محافظة من أن يقال لئيم محافظة من أن يقال لئيم هذه معاني كلام المفسرين في معنى المقوين وقال قطرب وهو من أئمة اللغة أن المقوين من ذوات الأغداد من ذوات الأغداد يجوز أن يطلق القوى على الغنى ويجوز أن يطلق على الفقر يجوز أن يطلق على القوى ويجوز أن يطلق على الضعف يجوز أن يطلق على الشبع والغنى ويجوز أن يطلق على الجوع ويكون بمعنى الغنى يقال أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد وأقوى إذا قويت موارده وقويت دوابه وكثر ماله كالمفازة فهي من ذوات الأغداد وهكذا غيرها من المفردات والألفاظ وهذا من ساعة اللغة لكن قول جمهور أهل اللغة أن المقوين هم المسافرون أو الجائعون أو النازلون الأرض ذات القوى وحك الثعلب وهو أيضا من أئمة اللغة ومن المفسرين عن أكثر المفسرين القول الأول وهو قول الجمهور وهو الظاهر والله تعالى أعلم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين مش بعدها فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر يا له من عجز عظيم لهذه الآيات بعد هذه الأربع الآيات الدالة على قدرته سبحانه في الخلق في الحرث والزرع في الماء والسقيا في النار وأيضاً وجود الخير من هذه النار في المتاع والتذكرة بعد ذلك ناسب أن يذكر هذه الآية ويتسبيح الله وتنزيهه سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون وعما يفتر الظالمون وعما يقع به الكفار الجاحدون من إنكار خلق الله ومن إنكار بديع صنع الله وعظيم قدرته ومن إنكار البعث والنشور ومن إنكار استحقاقه للألوهية والعبادة وحده دون سواه فسبح باسم ربك العظيم لاحظ ما قال ثم أو وسبح جاء بالفاء والفاء للترتيب عند أهل اللغة لأن ما قبلها من الآيات ناسب أن يرتب هذا التسبيح والتنزيح لله عز وجل عن ما يشرك به المشركون بكثرة تسبيحه والتسبيح هنا عام إما أن يراد به كثرة ذكر الله سبحانه تسبيحه قول سبحانه ربي العظيم تسبيحه تنزيهه عن الإشراك به أو عن أن يكون له ندّ أو يجعل العبد له ندّاً من دونه سبحانه أو تسبيح خاص تسبيح عام لأن التسبيح العام هو العبادة الذكر الإقبال على الله هذا كله من باب التنزيح ويجوز أن يكون التسبيح الخاص ومنه التسبيح الصلوات سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الصلوات المفروضة سبح بحمد ربك بالغدو والآصال بالعشي والإبكار صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلوات النهار وصلوات الليل ومن التسبيح قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكثر العبد منها فهي مجال خصب لأعداد الحسنات سبحان الله وحدها من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات معقبات هذه التسبيحات من قالها ووضب عليها دبور كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر فيا لله كم فرطنا في حسنات عظيمة كم يكثر الناس من الكلام والثرثرة والقيل والقال والكذب والافترى والشائعات والغيبة والنميمة ولا يذكرون الله ولا يسبحونه لا سيما عندما تأتي بدائع صلاة ودنعه وعظيم خلقه وإبداعه في هذا الكون ولهذا قال سبحانه بعد هذه الآيات فسبح باسم ربك العظيم وجاء بالعظيم هنا ولم يأتي بغيرها لإثبات عظمة الله وحده وأنه لا يستحق العظمة أحد دون الله وأنه لا يستطيع الخلق أحد دون الله ولا يخلق الخلق إلا العظيم ولا يجد هذه الآيات إلا العظيم ولهذا ناسبت آيات العظمة آيات الخلق والإيجاد والرزق والإنشاء لهذه النعم كله فالنكثر من تسبيح الله تبارك وتعالى في عموم أوقاتنا وأن تكون ألسنتنا رطبة بتسبيحه وكذلك في الصلاة في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى وهكذا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من تسبيح الله وأمره الله سبحانه أن يكثر من تسبيحه فسبح بحمد ربك مهما حاول الإنسان وبذل في التسبيح والتحميد والشكر والثنى على الله عز وجل فهو مقصر في حق شكره لابد من القول والعمل والتطبيق والسعي في مرضات الله في كل أمر من الأمور والحذر من الزواجر والمناهي فمن أراد نجاته وسعادته في هذه الدنيا فعليه بالتفكر والتدبر وعليه بالتوحيد والتعظيم لله وأيضاً أن يتذكر من هذه الآيات عظمة الله الباعث على توحيده وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة فلا يدفعه ذلك والغفل عن ذلك إلى الإشراك به ولهذا من هداية هذه الآيات من هداية هذه الآيات التذكير بهذه النعمة نعمة النار وتصور كيف عيش الناس بدون نعم تصور كيف يعيش الناس بدون نار لا يمكن ولهذا أصبحت النار من الضرورات أو من الحاجات والحاجات والضرورات تقدر بقدرها وهي نعمة لا يمكن أن يعيش الناس إلا بها إذ لو لم تكن هذه النعمة لحصل للناس المشقة والعسر والحرج والله أوجد الناس ونفى الحرج والعسر عنهم فهذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى ثنين تقرير عقيدة البعث والجزاء أأنتم أنشأتم شجرتها إذا كنتم أيها الكفار تعبدون الأصناع فلتنشئ النار الأصناع فلتبعث الموتى الأصناع وتخلق لو ذرة ولو حبه لن تستطيع فإذا ناسب أن يخاطبهم بما يعبدون وكذلك اليوم الناس في عالم الماديات وعالم القوى الأرضية التي يرى بعض الناس أنها تملك أو تستطيع أو تتصرف في هذا الكون ولا يستطيع أحد إلا الله واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصوت إقامة الأدلة والبراهين العديدة على البعث بعد الموت وإمكانه نقلا وعقلا وأثرا ونظرا فالقادر على خلق الإنسان وهو مني يمنى والقادر على إيجاد الحرث والزرع والقادر على إنزال الماء والقادر على إنشاء الشجر والنار قادر على الخلق وقادر على البعث لأنه كيف أوجد هذا كيف أوجد الإنسان أصلا من عدل فهو قادر على أن يخلق من عدل بل إن إعادته بعد موته أهوى من أصل إيجاده وخلقه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيد وهو أهوى عليه قل يُحييها الذي أنشأها أول مرة ففيه رد على المشركين والكفاء والملاحدة اليوم المعاصرين الذين ينكرون الله ويرون أن الماد ويقولون لا إله إلا الله وأن الماد هي الحياة وهي الله عندهم وهي التي تُعبد وكل شيء ماد عندهم فنحن أهل الإسلام من الله علينا بهذه العقيدة ولهذا من أهم أدلة البعث والنشور هذه الآيات الكونية في الخلق في الرزق في الإنشاء في الإحياء في الإماتة في هذه الآيات البينات في بديع صنع الله تبارك وتعالى تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أدي أريك بديع صنع الباري فالأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار هذا كله من عند الله تبارك وتعالى فوى عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فلواحد كن واحداً في واحد أعني سبيل الحق والإيمان عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك فلا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى عما يُشرك به المشركون علواً كبيراً بيان منة الله ونعمه على خلقه بالخلق بالزرع بالحرف بالسقيا بالماء بالشجر بالنار بأيضاً إنشاء مادة النار ونحو ذلك من النعم في الطعام والشراء فلولا أن الله أنشأ النار لوقع الناس في حرج في أطعمتهم وفي طهوها والاستعداد في سد جوعتهم أيضاً وجوب شكر نعمة الله هذه النعم تستحق الشكر ولهذا دائماً حينما تأتي النعم لإن شكرتم لأزيدنكم لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون فسبح باسم ربك العظيم أين الزهو وأكثر من تسبيحه وتحميده وشكره تبارك وتعالى في النار عبرة وعظة في من نار جهنم نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقويم أخيراً وجوب تسبيح الله والمداوم عليه وتنزيه عما لا يليق بجلاله وكماله من العبث أو الشرك أو اتخاذ الأنداد أو التوجه إلى غير الله فسبحانه لا إله إلاه ولهذا نحن أعظم نعمة من الله بها علينا نعمة التوحيي إفراد الله بالعبادة نعمة الإسلام فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فالله الله الثبات الثبات على نعمة التوحيد في زمن المتغيرات زمن كثرة المغريات والشرك والمستجدات واستهانت كثير من الناس بعقائدهم ووقوعهم في الإشراك بالله تبارك وتعالى فيا أيها الموحد أكثر من نعمة الله عليك بالتوحيد والزم غرز التوحيد بلزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله بالتوجه إلى الله وحده وعدم التوجه إلى غيره في كل أمر من أمورك وفي كل شأن من شؤونك تكون موفقا لخيري الدنيا وتكون أيضا موفقا لدخول جنات النعيم والسلامة من النار بمن الله وكرمه الحديث شرح حديثي عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي أورده المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب المواقيت في بيان وقت صلاة الفجر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي الفجر بغلس والغلس كما قلنا هو صلاة الفجر في أول وقتها يوجد الغلس وهو ظلمة الليل لم يبرز النهار تماما وهذا هو عامة السنة في صلاته عليه الصلاة والسلام الفجر في أول وقتها بغلس بدلالة هذا الحديث وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أيضاً مُسفراً وصلى وقرأ في الصلاة حتى أسفر لكن الكثرة والدوام من سنته أنه يصلي الفجر بغلس الشاهد تقول عائشة رضي الله عنها ويشهد نساء من المؤمنات الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ويخرجن فلا يعرفهن أحد من العلس ذكرنا في الدرس الماضي في هذا مسألة وهو أنه وهو أنه من مشروعية ما شرعه الإسلام للمرأة حضور الجماعة بدليل حديث حديث عائشة رضي الله عنها وكان نساء من المؤمنات يشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز حضور المرأة للمساجد وللحرمين وذكرنا أن هذا باتفاق أهل العلم بشرط آمان الفتنة أما إذا وجدت الفتنة فقد اختلف العلماء إذا وجدت الفتنة على الخروج وإذا لم تؤمن الفتنة فقد اتفقوا على أنه لا يجوز الخروج إذا وجد ثم فتنة لها أو بها وحصل خلاف بين العلماء إذا أمنت الفتنة هل يجوز أن تخرج أو لا تخرج على خلاف ذكرناه عند أهل العلم وأنه الراجح أنه لا يجوز منع المرأة من حضور المساجد لكن بالضوابط والشروط المشروعة التي قررها آهل العلم قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله الحديث في البخاري قال وبيوتهن خير لهن فدل على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من حضور الجماعة لكن لو أرادت أن تخرج للجماعة فلها الحق في ذلك إذا أمنت الفتنة إذا تحشمت وتحجبه إذا خرجت غير متبرجة بزينة وغير متعطرة وغير مختلطة بالرجال وخرجت محتشمة ذات الحياء والاحتشام والبعد عن الرجال وأمن الدخول والخروج وصلت خلف الرجال في الصفوف الخلفية وفي أواخر المسجد والحرم والمصلى فهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم عشرة ضوابط لخروج المرأة من بيتها إلى المسجد ما لم تتحقق فلا يجوز لها الخروج إذا تحققت فهل يجوز لزوجها أو لوليها كأبيها أو أخيها أن يمنعها اختلف أهل العلم هل يجوز للولي من الزوج أو الأبي أو المحرم للمرأة أن يمنعها من حضور الصلاة مع التزامها بالضوابط والشرود وأمن الفتنة هل يجوز اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قوليه القول الأول نعم يجوز له المنع ولا يأثم في ذلك وهو قول الشافعية قال الإمام النووي رحمه الله فإن منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا قال البيهقي وبه قال عامة العلماء طي الحديث كيف تجيب الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله أجاب عنه بأن هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم يعني هذا هو الأفضل الأفضل لهم ولكم عدم المنع بأنه نهي تنزيه لأن حق الزوج في ملازمة سكنه والقيام بشأنه وملازمة السكن أمر واجب إذا خرجت المرأة للمسجد لا تلزم سكنها وقد قال الله عز وجل وقرن في بيوتكم إذا خرجت المرأة للمسجد قد تقصر في حق زوجها وواجباتها هو ينتظر طعام في البيت وهي لازالت تصلي في المسجد ينتظر فراشة ويلا زالت تصلي في المسجد فقالوا هنا أن النهي نهي تنزيه وليس نهي تحري وإذا كان كذلك فله منعها القول الثاني أن منعها مكروه وليس بمحرم وهو قول الحنابلة والكراهة في كلام الفقهاء كراهة التنزيه التي يستحق عليها الثواب عند الترك ولا يعاقب عليها عند الفعل والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد ولا الولي أن يمنع المرأة المرأة من حضور المسجد والجماعة والصلاة مع المصلين ما وجه الترجيح ثلاثة أوجه الوجه الأول الاعتماد على حديث صحيح وهو حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله والقاعدة الأصولية أن النهي للتحريم وهذا نهي صريح لا تمنع إماء الله أن يحرم عليكم أن تمنعوا النساء حضور المساجد والأصل في النهي التحريم وقوله إذا سألت المرأة زوجها الصلاة في المسجد فليأذلها أمر والأمر يقتضي الوجوه وفي رواية أيضا فلا يمنعها وهذا دليل أيضا على أن النهي للتحريم والأمر ظاهره الوجوه عند الأمر ومخالفة الواجب أمر محرم والنهي يقتضي التحريم ولهذا قرر العلماء أنه يحرم على الزوج والولي أن يمنع زوجته من الخروج طبعا كل هذا بأمن الفتنة والتزامها بالضواب أما إذا تبرج أو لم تحتشم أو كانت أيضا متطيبة أو متعطرة فيجب عليه أن يمنعها وهي لا يجوز لها الحضور ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وليخرجنا تفيلات أي غير متبرجات ولا متعطرات ولا متطيبة قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال القاضي يعني القاضي أبو يعلى له منعها من الخروج إلى المساجد وهو مذهب الشافعي وظاهر الحديث يمنعه من منعها ظاهر الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله يمنعه من منعها فكأن ابن قدامة رحمه الله يرى أن الراجح هو منع الرجل من أن يمنع زوجته الخروج إلى المسجد الوجه الثاني لأنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته الحديث الذي رواه مسلم عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع نساءكم المساجد إذا استأذن نكم إليها لاحظوا الحديث صريح لا تمنع نساءكم المساجد إذا استأذن نكم إليها قال فقام بلال بن عبد الله فقال والله لنمنع هن أخذته الغير على نسائه فقال والله لنمنع هن فغضب عليه عبد الله بن عمر وأقبل عليه فسبه سبا شديدا ما سمعت ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم يعني مخالفة صريحة لأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحلى الشاهد وجه الاستدلال إنكار عبد الله بن عمر على بلال بن عبد الله إنكاره هذا الحديث وعدم عمله بهذا الحديث فالرسول يقول لا تمنع وهو يقول والله لنمنعهم والذي يخالف السنة حق له وعليه العتر ولهذا قام عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا شديدا قال ما سمعت مثله قط وفي رواية عند أحمد فلطم صدره وفي رواية أخرى عنده رحمه الله فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا قال فما كلمه عبد الله حتى مات انظر تعظيم الصحابة للسنة وللأثر أين نحن اليوم من أناس ينكرون السنة أو ينكرون بعض الأحاديث إنكارا قوليا أو إنكارا عمليا وهم يعيشون مع الإنسان ويأكلون معه ويشربون معه ويحادثهم ويمازحهم ولا يغار على تركهم للسنة والواجب عليه أن ينصحهم وأن يبين لهم السنة وعظمها في ظاهرهم وفي باطنهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم فيكون دائما التنبيه عليهم على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على جواز الهجر لمن ترك السنة أو خالفها أنه يهجر إذا كان الهجر داعيا إلى استصلاحه بعض الناس يستصلحه الهجر فإذا هجرت ثلاثة أيام جاء إليك واعتذر وقال لماذا هجرتني؟ قلت له لمخالفة السنة في لباسك في مظهرك في أمرك في أمرك هذا أو في ارتكابك هذا الأمر فهذا الهجر يدعوه إلى الاستصلاح أن يصلح نفسه ويراجعها ويحاسبها وهذا نوع من التأديب الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وجه الدلالة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنكر عليه والإنكار يدل على تحريم المنع وجه ثالث انظروا إلى نص الحديث الحديث قال لا تمنع إيماء الله ولم يقل لا تمنع أزواجكم ولا تمنع مولياتكم أو تمنع بناتكم مفتياتكم العباد عباد الله والإماء إماء الله والمساجد بيوت الله فلا يجوز منع أمت الله من حضور بيت الله هذه لطيفة جميلة تدل على أن الله سبحانه الكل والخلق والأمر له فاقتران كل شيء بالله دليل على أن من تعظيم الله ألا نمنع إيماء الله مساجد الله تعظيما لله سبحانه وتعالى فالأمة أمة الله لا تمنع إيماء الله لماذا لم يقل زوجاتكم مولياتكم بناتكم من الربط في أن لا يجوز المنع فالأمة أمة الله والمسجد ليس بيتك بيت الله فلا تمنع أمة الله حضورها بيت الله لأنها ما حضرت بيت الله إلا تريد تعظيمه إلا تريد عبادته إلا تريد فضله إلا تريد جنته إلا تريد الخير الذي عنده فلا يحق لك أن تمنعه لكن ألزمها بالشروط والضوابط الشرعية في خروج المرأة فإذا طلبت أمة الله أن تحضر بيت الله فكيف تمنعها لأنه منع من لا حق له عليها في المنع وهو المسجد بيت الله فالبيت بيت الله والأمة أمة الله أنت فقط ولي عليها مسؤول عنها فلا تمنع هذه المرأة وتحرمها من الخير الأمة أمة الله أنت عبد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله والبيوت بيوت الله ولهذا قال أبو الوليد الباجي المالك ويجوز أن يكون لما أضاف الإماء إليه أتى بإضافة المساجد إليه وفي هذا لطيفة أنه لم يقل لا تمنع النساء من حضور المساجد اختار هذا اللفظ البلاغي الذي له دلالاته لا تمنع إماء الله مساجد الله فهو أبلغ من قوله لا تمنع النساء حضور المساجد فليتنبه لهذه اللطيفة البلاغية واللغوية التي يبنى عليها حكم شرعي وهو ما ذهب إليه عامة الفقهاء من أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته أو موليته إلى حضور المساجد قال أتى بإضافة المساجد إليه بيوت الله ليظهر وجه خروجهن إليها واختصاصهن بها ثم استدرك لكن إذا تغير الزمان وكثرت الفتنة اليوم نحن نخاف على بناتنا أن يخرجهم مع هذه الفتن مع هذه المغريات مع هذه الجوالات مع هذه المقاطع التي مع الأسف تصور الأعراض أحياناً وتدخل بيوت المسلمين ومحارمهم وتجلب الحقيقة الفساد والمحرمات في النيل من أعراض المسلمين ومحارمهم ولهذا إذا لم تؤمن الفتنة في الزمن أو في المكان أو في البيعة أو في الظرف أو في الحال أو في الزمان أو في الظروف اليوم مثل ظروف تساهل الناس بالجوالات والتصوير وبالذات خروج الفتيات الشابات الجميلات والتي لم يتزواجن ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها والله لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن من الخروج إلى المساعد إذا كان هذا في عهد عائشة فكيف بعهدنا نحن ولهذا كان مذهب سماحة شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو أيضا قول الشيخ محمد بن عثامين رحمه الله أنه في زمن الفتن وزمن المحرمات وزمن التبرج والسفور وعدم الغير على المرأة أن يقنع الرجل زوجته وابنته وولي وموليته يقنعها ويقول والله أفضل لك أن تصلي هنا أنا أخشى عليك من الفتنة يعني ينصحها ويبين لها إذا انتصحت فذاك وإن لم تنتصح والتزمت بالضوابط فلا يمنعها ولهذا عليه أن ينصحها ويقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرج ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يتحقق الجمع بين هذه الأحاديث ونحن هنا أيها الأخوة نؤكد بأهمية مكانة المرأة وأهمية حجابها وعفافها واحتشامها وعدم تبرجها وأيضا إظهار محاسنها وتطيبها وأيضا الزينة التي تفعلها بعض النساء في اللباس أو في عدم التستر في الحجاب أو العباءة أو ما إلى ذلك وعلى أوليائهن من الآباء والأزواج أن يتقوا الله فينصحوا لهن ويبينوا لهن خطورة هذا الأمر فما ترك صلى الله عليه وسلم فتنه هي أضر على الرجال من النساء نعم إذا خرجت المرأة إلى بيتها من بيتها إلى المسجد إلى السوق فالتخرج محتشمة والتخرج أيضاً تفلة وبثيابها العادية التي لا تلفت الأنظار ولا تتحدث بالجوال ولا تخرج مفاتنها ولا أيضاً تتبادل الأحاديث مع النساء ولا مع الآخرين وإنما تخرج إلى حاجتها وتعود فوراً إلى بيتها لتقرَّ فيه ولتؤدي حقوق زوجها وبيتها لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات وليتعلم الجميع آداب المساجد وآداب الحرمين فلا يجوز أن ترتكب المحرمات ومنها الاختلاط بالرجال ومنها التبرج وعدم الحجاب ومنها إظهار المرأة لزينتها في الحرمين أو في المساجد فهذا أمر محرم ولا يجوز أن تفعله المرأة في أي مكان فإذا كان في بيت الله فهو أعظم الحرمة وكم نسمع من الفتن والمغريات والشباب الذين زلت أقدامهم وظلت أفهامهم في هذه الشهوات نتيجة الفتنة بفتاة متبرجة سافرة وكم من أيضا امرأة صالحة وأيضا محتسمة ومتحجبة بليت بشباب مراهق لم تمنعه مرؤته ولا دين ولا شمائله وأخلاقه أن يؤذي المسلمين في أعراضهم ومحارمهم فليتق الله الجميع في هذا الأمر لا سيما الشباب ولا سيما النساء ولا سيما أيضا عند الخروج والحضور إلى الحرمين والحضور إلى المساجد فهذا من تعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا ورخاءنا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يحقن دماءهم ويبسط أمنهم وأمانهم وأن يحفظ شباب المسلمين ونساءهم من كل المغريات والفتن ما ظهر منها وما وطن وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما وأن يجعل تفرُّقنا بعده تفرُّقاً معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيًّا ولا محروما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة